أكد الرئيس الصيني شيجين بينج لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي دعم بلاده للجهود المصرية الساعية نحو وقف التصعيد وتحقيق التهديئة ومسعيها لفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات والمواد الغيغافية إلى قطاع غزة وخلال استقباله لمدبولي بقعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين على هامش الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريقة أكد بينج أن مصر حققت على مدى السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في بناء الجمهورية الجديدة مشددا على حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين ولفت مدبولي خلال اللقاء إلى الخطوات التي اتخذتها مصر والتي من شأنها أن تسهم في تنفيذ مبادرة الحزام والطريقة ومن ذلك توسيع المجرى الملاحي لقناة السويس إلى جانب التوسع في تطوير وتحديث الموانئ المصرية والربط عبر شبكة طرق وسكة حديدية بين الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط وإنشاء الموانئ الجافة تحقيقا لفكرة الممرات اللوجستية التي تخدم التجارة العالمية